أكد طلب عرب ومسلمون وأفارق يدرسون في الولايات المتحدة ضمن إطار برنامج فول برايت للتبادل العلمي الذي تدعمه الخارجية الأمريكية أكدوا أن فرصة الدراسة في الولايات المتحدة غيرت حياتهم بالكامل الطلب قالوا أن برنامج فول برايت للتبادل العلمي بين أمريكا و 155 دولة في العالم حقق رغبتهم في خوض تجربة دراسية وعلمية في الجامعات والمؤسسات الأمريكية من جانب آخر كشف مسؤولون أمريكيون أن البرنامج الذي يعتبر الأطخم من نوعه في بلادهم يهدف لتعزيز التقارب والتفاهم بين الشعب الأمريكي وبقيات تأشعب العالم رابح فلالي من واشنطن سارة إبراهيم إيغور ثلاثة أسماء لثلاثة طلبة جاءوا من ثلاث دول مختلفة لكنهم يجتمعون الآن حول تجربة الحياة والدراسة في الولايات المتحدة كان هدفي بالحياة أنه أكون رسامة بالنهاية وبالسعودية ما في جامعات أن أتخصص يعني رسم أو شيء زي كده فقدمت على السفارة الأمريكية أنه عندهم هذا البرنامج فولبرايت أحضر الآن رسالة ماجستير في التنمية الإدارية بناء على منحة من فولبرايت أنا موجود في أمريكا بفضل منحة فولبرايت لمدة عامين صار القادمة من المملكة العربية جاءت إلى جامعة سافانا بولاية جورجيا لدراسة الفنون الجميلة بعد حصولها على منحة وتعيش الآن قرابة السنة بالولايات المتحدة هناك طلاب من تقريبا بلاد كثيرة ما كنت أسمع عنها فدحين أنه أتعلم معهم وأتكلم معهم في واركشوفت مع بعض أما إبراهيم هذا القادم من أغندا فهو هنا لأن فرصة التعليم النوعي غير متوفرة في بلاده ويقول إنه يعيد بناء رؤيته للولايات المتحدة بعد أن عرف الفارق بين تلك الصورة التي ترى من الخارج وحقيقة الداخل قوة أمريكا في قدرتها على معالجة مشكلتها وفي طيبة شعبها أما إيغور الآتي من بنين فهو بحاجة إلى هذه الملحة الدراسية ليصنع لنفسه مستقبلا مختلفا الصورة من الخارج تبدو عنف وجريمة لكن أمريكا من الداخل أمر آخر ومختلف تماما هذا التلاتي وعشرات أخرون من الجميعين والباحثين يوجدون فوق الأراضي الأمريكية وفقا لبرنامج فولبرايت الذي تدعمه الخارجية الأمريكية تم تأسيسه العام ستة وأربعين من قبل الكونغرس الأمريكي ويهدف إلى تعزيز التفاهم بين الولايات المتحدة وبقية العالم العام الفين وتمانية مثلا منح ستة آلاف من حدراسية تتعامل من خلاله الولايات المتحدة مع 155 بلدا وعاطى حتى الآن 300 ألف منح دراسية أفكار صغيرة يمكن أن تكون طريقا لحل مشاكل كبيرة وتجارب محلية يمكن أن تشكل حلا لقضايا عالمية هذه هي التسمية التي اختارتها الخارجية الأمريكية عنوانا لملتقاها السنوي والذي تستقدم إليه عشرات الطلبة من عشرات الدول ومن جهات العالم الأربعة خلفية التسمية يقول عنها المختصون أنها تعود إلى قناعة داخلية تقول ما أكثر التجارب الصغيرة والحلول الصغيرة والمحلية التي غيرت وجه التاريخ والعالم خاصة في هذا البلد رابح فلالي الحرة واشنطن ارتفعت أصوات العمال في السودان المطالبة بتحسين الأجور وتوفيره